إذا تحدثنا عن التطورات الميدانية وتحديدا ما يحدث في جنوب وشرقي البلاد في البداية في جنوب البلاد وتحديدا في مدينة خرسون صباحا هذا اليوم أبلغت المدينة عن وقوع انفجارات عدة في هذه المدينة كذلك أيضا طلب عمدة المدينة بضرورة الذهاب المواطنين إلى الملاجئ من مغبة تكرار هذه الهجمات الصاروخية كذلك أيضا وفقا لمستشار الرئيس الأوكراني ميخايل بولدياك قال بأن الجيش الروسي بدأ بالانتقام من سكان مدينة خرسون بالنسبة أيضا للمنطقة المتاخمة لمدينة خرسون وهي مدينة زبروجيا ومقاطعة زبروجيا وهي التي تقع ضمنها محطة الطاقة النووية الجانب الأوكراني قال بأن الجيش الروسي منع مفتشوه الطاقة الذرية من الدخول إلى المناطق المعينة وعاق عمالهم في هذه المحطة بالتفتيش عنها والتنقيب عن المخاطر جاء ذلك أيضا بعدما قالت وكارت الطاقة الذرية بأن أوكرانيا نجت من كارثة نووية كانت ستحدث مطلع الأسبوع الحالي حينما اشتدت المعارك في محيط زبروجيا النووي بعدما قال الجانب الأوكراني بأن الجانب الروسي استهدف محيط المحطة بما يقارب عشر صواريخ كذلك أيضا المدينة المتاخمة لمدينة زبروجيا وهي مدينة نيكابل تعرضت صباحا هذا اليوم وفقا لعمدة المدينة لستين هجمة صاروخية صواريخ من نوع إغرالد بالذهاب إلى شرقي البلاد وتحديدا إلى منطقة دانيتسك والمناطق الأكثر اشتعالا والأكثر حساسية أصبحت الآن هي منطقة بخمود الجيش الأوكراني الجيش الروسي يكثف ضلباته على هذه المدينة وأصبحت المدينة بالنسبة لكل الطرفين الطرف الأوكراني والطرف الأوكراني مدينة رمادية لا يسيطر عليها أحد بعض من أطراف هذه المدينة لا يسيطر عليها أحد كذلك أيضا الحال بالنسبة لمدينة أفديفكا وهي المدينة المتاخمة لمدينة بخمود تتعرض لعدة هجمات صاروخية لكن الجيش الأوكراني يؤكد لحد هذه اللحظة تموضعه واحتفاظه على مواقعه في هذه المدن الثلاث أفديفكا وسويدار وبخمود بالنسبة لمقاطعة لوهانسك حاكم مقاطعة لوهانس سيرجي غايداي يقول بأن الجيش الأوكراني يتقدم نحو مقاطعة لوهانس لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تباطى تقدم القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ماذا عن المخاوف من حصار إنساني ربما يعني بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة على البناء التحتية هناك تخوف الكهرباء لا تزال مقطوعة كيف يتعامل السكان مع ذلك هناك تحذيرات من أن هذا الشتاء سيودي بحياة الملايين من الأوكران نعم كاترين هناك تحذيرات من قبل على مستوى الرئاسة الأوكرانية وهناك عمليات إجلاء بدت الآن في المناطق الأكثر تضررا بالنسبة لمنشآت الطاقة على سبيل المثال منطقة خرسون نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت أن الإجلاء بدأ فورا الآن لدى الإجلاء المواطنين من منطقة خرسون خاصة وأن مدينة خرسون تفتقر لكل مناحي الحياة لا يوجد بها أي بناء تحتية كل البناء التحتية تدمرت خطوط التواصل أصبحت الآن من مدينة خرسون إلى مدينة كرافاري وإلى ميكولايف وإلى أودسا بالنسبة للوضع بشكل عام هذا فيما يخص مدينة خرسون أما بالنسبة لما يخص الوضع بشكل عام الطيار الكهربائي ما زال منقطع تصل فترة الانقطاع الطار إلى ما يقارب بست ساعات في حال البرد والسقيع لا يستحمل الإنسان العادي درجات الحرارة التي تصل إلى ما دون سفر ربما تصل إلى سالب ستة في أوكرانيا في الوضع الحالي هناك وفقا لمدير الصحة لرئيس الصحة العالمية قال بأن أوروبا تستعد لاستقبال ما يقارب مليونين إلى ثلاثة مليون أوكراني ربما يفر من شدة السقيع وربما يفر بعدما قصفت روسيا البناء التحتية نصف الطاقة الأوكرانية تدمرت الآن هناك تحذيرات من قبل شركات الطاقة والشركات المشغلة للطاقة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الكهرباء وإلا ربما يتجه الجميع إلى السيناريو الأسوأ وهو فراغ المحافظات من سكانها والذهاب إلى المناطق الأكثر أمنا كاتري أذهب مع قليلا صوب الحدود بولندا تنشر أيضا صواريخ على الحدود بالقرب من الحدود الأوكرانية وبولندا يعانت ما عانته بالسابق وتتخوف من ذلك بعد الصاروق الذي سقط مؤخرا على أراضيها ضعنا بالمزيد حول الإجراءات التي تتخذها بولندا لو سمحت عامر بالفعل هي المنطقة الحدودية المنطقة الحدودية هي منطقة مشتعلة سواء من الدفاعات الجوية الأوكرانية أو من الصواريخ التي تسقط بالقرب من الحدود مع بولندا خاصة بعدما سقط صاروخان داخل الأراضي البولندا بولندا طلبت تعزيز دفاعاتها الجوية وإرسال صواريخ بارتريوت من ألمانيا إلى حدودها لتعزيز هذه الحدود خاصة بعد حادثة الصاروخين لكن الجانب الأوكراني أيضا طلب بهذه الصواريخ بأن تكون لديه صواريخ باتريوت للدفاع عن البناء التحتية في أوكرانيا